طيب السلام عليكم أول حقيقة عايزة أتكلم عن تعريف العلمانية كويس؟ قلتوا طالبتوا في البداية هي المبدأ القائم على فصل الحكومات والسلطة السياسية عن السلطة الدينية تمام؟ آي؟ مازي من النات؟ صح؟ طيب طيب إذا قلتوا من البداية إنكتلا قالتها علمانيا وتكلمتوا في حية أخرى العلمانيا على غتب الحرية تفصل إنه تكون دولة دي تصل على السلطة السياسية أو تصل على السلطة الدينية طيب إنت عايش في دولة تتتمي لم mogą على أساس دين تمام؟ أي أنني إذا أريد أن أكون سوداني أو أريد أن أقوم بال能 growth أو أريد أن أكون من السعودية أو وأريد أن أكون من أي دولة أخرى لا تتتتتnoteه بأذي الشور تولدت في البلد أو أخذت بيها الجنسية لكن ليس له الجنس أنا مسلم أو أنا مجوسي أو أنا بوزي تمام؟ طيب أنا إذا كنت بنتمع للدولة دي على أساس أنه أنا يعني ما على أساس ديني على أساس أنه أنا طولت في البلد دي وخدت الجنسية فيها تجي تحكم لي مديانة معينة بغض النظر عنه أنه نسبة الناس فيها كم يعني المسلمين فيها كم يخلوا تزعة وتزعين بوينت تزعة وتزعين في المئة مسلمين واحد مسيحي برضو تكفلوا حقه في الدولة دي يعني أنا ممكن أحكمه مثلا إذا كان هو أيا كان دينه غير المسيحية الخمري في أي دينه حلال أنا أحكمه بأنه الخمري عندنا حرام طيب بغض النظر يعني نجي لينه شنو مسألة الأخلاق كويس؟ الأخلاق دي ما مسألة بتاع الدين أو ما مسألة بتاع تنائي مسألة بتاع الإنسانية إنه أنا كإنسان بس بدأ عامل مع الناس كيف؟ تمام؟ طيب في الولايات المتحدة في قانون الرعاية الاجتماعية مرأة طلعت طلعت بنتها كان عندها زكام كويس؟ المنتزة على سنة ترفيها عنها جاءت السلطة يعني الشرطة بتاعت الرعاية الاجتماعية دي قلت لا يا أخي الجو بارد وبيتكلي طلعتها وعندها زكام فدي مضربة صحتها تمام؟ طيب إحنا وين عندنا الحاجة دي؟ إحنا وين عندنا الحاجة دي؟ طيب؟ تمام؟ طيب، المزألة بتاعت، مثلاً يعني العلوم والحياة دي، العلوم الشرير والحياة دي، طيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلاً ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث صحيح؟ طيب، يعني في زول مسلا لو جاو صداعب بياخد بندول صح؟ صح أو ما صح؟ جاو صرطان بالداوة صح؟ المسكنات بتاعت الألم دي؟ كحول، صح أو ما صح؟ إيثانول، كحول، طيب ليه؟ ليه ما حرام؟ ليه التداوي بيدي ما حرام؟ كويس؟ طيب، شكراً الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بس دارة ردع له في نقطة التعريف قال العلمانية هي فصل السلطات الدينية عن السلطات السياسية وين الكلام ده؟ السؤال الأول، المصدر وين؟ طيب، أنا أسألك سؤال، الآن يا جماعة في العالم كله في دولة في فصل للسلطات الدينية عن السياسية؟ ما فيه، أبدا من أمريكا، أمريكا الدولة، أصبر أصبر أصبر، أصبر أنا بريك، كده أنت روك شوية، شأن أنا جايها كويس؟ أمريكا الدولة التي ترعى العلمانية، ده عندك علمانية أو ما علمانية؟ في الدولار الأمريكي، في جزئية مقتطعة من الإنجيل، يعني نحن نثق في الله، ده جوة الدولار بعدين في دول الآن موجودة تلقى في الراية بتاعها والعلم صليب، صح أنا ما صح؟ ده شنو الصليب ده؟ ده شنو؟ دين صح أنا ما صح؟ طيب، معناهم تتبنية شنو؟ النصرانية، أديك لها واحدة بريطانيا، بلجيكا، دولة شنو؟ صليبية، صح أنا ما صح؟ وتتبنية شنو؟ العلمانية، لكن دي علمانية ليك انت؟ العلمانية دي مصدرة لأنه عقدة، عشان انت تفهمها وتطبيقها، هم مطبقة عندهم، خلاص؟ لو جينا للغة الإنجليزية العلمانية في إكسفورد، العلمانية سكيولاريزم، همشي راجع؟ معجم إكسفورد، تلقى العلمانية سكيولاريزم، أس إي سي يو أل إي آر آي أس إم، همشي راجعة؟ معناه شنو؟ معناها بالإنجليز زاته анتي، ريليجا، عنتي شنو؟ ريليجا، أنت معنا شنو؟ ضد يعني انتي فيروس شنو، ضد الفيروس صح؟ ريليجا معنا شنو؟ دين أنتي ريليجا يعني ضد شنو؟ ضد دين العلمانية اللي قامت أساسا ده تعريف الصحيح أما فصل السلطات الدينية عن السلطات السياسية وإن كان في الإسلام خطأ لكن هم مطبقينه وإنما هي علمانية مصدرة لإزاي قده تقبل بيها ويعرضوها عليك باتفاقيات ويفرضوها عليك المهم في النهاية ده علمانية فاشلة ده العلمانية اللي بيقولوها اللي هي فصل السلطات الدينية عن السياسية أنا أسألك سؤال إنت علماني ما قدر أجاب دقائق أصبر لا أنت بتقدر تجاوب للغيرك لأن العلمانية كعبة كاكة فضل أشخص طيب قال التعريف اللي قاله هو ذاته أن العلمانية هي المبدأ القائم على فصل الحكومات عن السلطة الدينية الكلام ده في الإسلام باطل خلاص والعلمانية دي ذاته مجابوها ناس بشر نحن بشر رافضنا مش قلت حرية العلمانية ذاته بتدعو للحرية بتدعو للراي والراي الآخر صحي ولا ما صحي كلام ده كله فارغ في نظرنا نحن بس كده بس عرفتها؟ بعدين قال قال قدام قال قال نحن بننتمي قال لدولة لا تحكمني قل بديانة معينة بغض النظر على الأغلبية في السودان مسلمين ولا لا وانت لا تحكمني بمنهج معين سميته علمانية سميته شيوعية سميته ديمقراطية سميته تراكية سميته رأسمالية دي ما حاجة نجرتوه من راسكم انا ما عليك بخاطب العلمانين دي حاجة نجروه العلمانين من راسهم نحن عندنا في راسنا ممنوع ما دايرنا؟ المفروض هم مشنو بمنهجهم هم انا بكلم ما بال الان بالدين بمنهجهم هم المفروض هم ما يلزمون بها لانه في علمانيتهم يقول عندنا الحرية والعدالة والسلام والرأي والرأي الآخر وعدم يعني كبت الرأي الآخر مش كده؟ انتو رأيكم ما دايرين دين الإسلام نحن رأينا دايرين دين الإسلام دي نقطة دي النقطة الأولى النقطة الثانية العلمانية دي نجروها ناس بشر خلاص ما نقول ناس كعبين ولا كويسين ناس بشر متفقين كلنا جماعة العلمانية دي نجروها بشر ولا ما نجروها بشر نجروها بشر ونحن بشر من حقنا أن ننجر صحيح ولا ما صحيح نجرنا إن العلمانية ما نفع والله ما تقدر تحلوها اليوم الغيامة زي ذاك بتاع الانفجار العظيم قال قال احتمالكم في انفجار منو لقى لكم ما في احتمالكم في احتمالكم ما احتمال ولا ما احتمال أنا ما استغرب والله والله نازل إما ما عاقلين ما عاقلين وإما ما فهمين أنا ما عارف في شنو زولي يقول لك أنا أدعو إلى الحرية وعدم إن ما نلزم زول بالدين في نفس الوقت يقول لك الدين ما نافع واللابد من العلمانية ده إلزام ولا ما إلزام يا ناس كذي برحة 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 كلهم برحة زولي يقول لك لا تكره الناس على الإسلام والإسلام لا يستطيع أن يحكم ما نافع أها طيب الحل العلمانية لا بد تطبق طيب ده ما يلزام يا جماعة ده إكره كذي أول حاجة برحة أقعد الناس اللي بيقولوا نفرين وراء سمعتهم قاولوا نحن بردو علمانين كذي أقعدوا برحة برحة كذي برحة برحة إنتموش ما دائرين نلزمكم بالإسلام بيدين الرسول صلى الله عليه وسلم بي نفس فهمكم انتو ما تلزمون بحاجة تانية لأنه نحن مختنعين بي ده صحيح ولا ما صحيح ومختنعين بأنه ربنا قال نقنعكم نقنعكم إقناع ما بنجبركم ولا بنجيب زول نطبح وشاخر نقول لي أبقى معانا مسلم ولا بنجيب زول ننشره زي ناس داعش نقول لي لا أبو التحكم بالإسلام نحن عندنا حج عندنا لسان بنقول لك الكتاب والسنة بنقنع عقلك ده بما قال الله وقال الرسول لكن انتو ما عندكم ده انت بتقوله بس علمانية ودي منافع زي كلام اسمادي نحن ضد أي دولة قال باسم شنو الإسلام ضد وزي كلام الرشيد سعيد عقوب بيجب عنبيلي لو في ناس قدامينا بيكون حضر مسلسل عنبيلي حرفتها بيجب عنبيلي وقاعد يرقص قال نحن نحن قال لا نريد نحن دعاة الدولة المدنية لا نريد أي نظام إسلامي وإذا حكمنا سنواجه قال أي نظام إسلامي ده ما بناغض الحرية كونك تواجهنا وتكاتلنا وما تخلينا على الإسلام وترفض الإسلام وتكاتلنا عليه ده ما بناغض مبدأ الحرية اللي هو مبدأ أساسي بيرفعوا العلمانين والشعار عظيم بغشبال علمانين المسلمين حرية حرية الراي حرية الفكر حرية العغيدة حرية التعبير لو حرية حرية خلونا بس نحن نستغل وإن تشتغله نشوف البصل منو ونشوف البغني على الناس منو لأنه كلامك انت ما مغني وأولاك تفتكر يا علماني إنه البلد حتلقى فيها موطي قدم والله أبشرك أبشرك بما يسوق للعلمانين ما للطلب الأفاضل أبشرك بما يسوق إنه إن شاء الله البلد ما فيها موطي قدم للعلمانين وإن لكتو وإن لكتو شغالين كم سنة كم سنة شغالين في الجامعات دي ما في حزب عدودته حصلت خمسين نفر إطلاقا ما في إطلاقا ما في جربوا رقصوا بدل ما يحملوا الركن الزمان كان نجي نحمل الركن إجوا العلمانين عشان يفشل الركن حقنا شايفينه ما شاء الله حاشد يقوم يجيبوا شنو فنانة وو بنا وما بعرفوا ليك ويجيبوا رساسي فنجات وفاطنخور يجيبوا جنبنا عشان شنو عشان يفشلوا الركن بتاعنا برضو ما في حاجة حس ما سمعتوا صبقتنا فرينا صبقة تعبانا ساكت كانت عرفته ما عندكم حاجة في البلد لأنه البلد دي السودانين ديل بيحبوا الإسلام عرفته وفي الجملة كده دي بيقولوا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كثير منهم ينقصهم الفهم الصحيح للإسلام وده إن إحنا شغالين فيه ونسأل ربنا يعيدنا نحن ذاتنا ما معصومين ممكن نخطئ ممكن بكرة نضل ولا بنقول نحن ديل هنا وشهاب وفلان ديل داخلين الجنة أفهموا الحتة دي لأنه العلمانين بغشوا الناس بل حتة دي قول لك شبت ديل قالوا هم داخلين الجنة والله ما قلنا والله ما قلنا ولا حصل قلنا ولا حنقول نحن بنقول المنهج قال له الكتاب والسنة البنقوله ده هو البدخل كتة الجنة مش نحن الداخلين قد تخشدت ونحن نرجع لأنك تسلك المنهج الصحيح ده دي نقطة مهمة جدا نطبطها طيب فقال العلمانية تدعو إلى فصل الحكومات عن السلطة الدينية ما دائرنا نحن دائرنا الدين وكلمة الدين دي ما معنات الكيزان وده شبها رغم اثنين الدين اتوا قلتوا دائرين دي معناتوا اتوا كيزان لا لا كيزان برضو شن محاربي للدين زيق واحد ما في حاج ما في حاج في حاج هنا ما في حاج نحن دائرنا الدين الصحيح الصحيح الجباوة الرسول صلى الله عليه وسلم والجباوة الخلفة المساكل الخلفة الاربع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام او بكر وعمر وعثمان وعلي وغير محكم به ونجح وما في ما في دين ولا في حكم نجح زي حكم الرسول واصحاب الخلفة ما في اطلاغا ما في والآن للليلة الكفار والمشتشرقين والخواجات بيكتبوا قالوا ما في قائد اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ما في والحق ما شهدت به الاعداء دان نحن دائرينه صح نحن ما هكون زي الرسول لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحنا حموت لكن هخلي لكم بعد حاتين اذا تمسكت بيهم دنيتكم بتصلح كلها واخراتكم بتصلح كلها تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي دان نحن دائرين والله ما دائرين حاجة عرفت طيب بعد ذا قال بغض النظر عن الاغلبية في البلد مسلمين ولا ما مسلمين ليه تغض النظر يعني ان خدت النظر الاغلبية في البلد مسلمين وهو ليه قال بغض النظر كعلماني لانه العلمانين بيدعوا للديمقراطية والديمقراطية الحكم لشنو للاغلبية فالواد داريعمل فيها ناجور ابن بعراء وقال بغض النظر لا ما بغض النظر خدت النظر الاغلبية مسلمين يبقى لازم يحكمنا شنو الاسلام دا بينظام الديمقراطية ده به نظام الدموغراطية قال ليه الحكم للاغلبية دموغراطية حكم الشعب للشعب بالشعب يعني اغلبية الشعب اختاروا شنو يحكمهم اغلبية الشعب في البلد دي مسلمين جو عينك جو عينك عرفته والاغلبية اللي بيحضرونها وكلها مسلمين اللي كان مرقنا علمانين اتنين تلاتة ده موضوع تاني طيب قال حكى جصة كده في امريكا حصلت ومرة طلعته في البرد وقال لدخله في البرد وقال ودخل الولد قال نحن وين قال نحن وين عندنا الحاجة دي يعني اشنو مرة طلعت الولد في البرد ودخلت في البرد عرفته الاسلام الاسلام يدعو خلي حق الولد طلعوا ولا دخلوه يدعو الى حق الحيوانات ياخ في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة هرة حبستها حتى ماتت الله عزبه لانه هبست هرة حتى ماتت لا هي اطعمتها وسقتها اذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض فدخلت فيها النار فدخلت فيها النار في مسند الإمام أحمد بإسناس صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع قال اما بلغكم اني قد لعنت من لطم البهيمة في وجهها البهيمة تديها كف الله قال انت ملعون بهيمة اما بلغكم اني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها وسم في اي حيط الا وشها دين يكرم البهيمة ويكرم وش البهيمة ذاته تيت قل لي مرة طلعت ولده في البلد وخلطه في امريكا قال قال نحن وين قال قال نحن وين وين قال عندنا نظام زيدا انت ما عندك لان انت بارت العلمانين والشوعين والملقاطين لكن في الدين في حق الشجر الشجر خلي البهيمة الشجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعة الغيامة قامت السماء شقت والبحار سجرت والنجوم فكل معثرت حصل ده كله ربنا قال اذا حصل الهول العظيم ده يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد اذا حصل الكلام ده قال وفي يد احدكم فسيلة شتلة بتاعة نخلة صغيرة فان استطاع ان يغرسها فليغرسها قبل ان تقوم حق الشجر حق النمل في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نبي من الانبياء نزل تحت ظل شجرة ونزل جنوده في الوادي جاءت نملة فقرسته نملة قرست نبي نبي عليه السلام قال فامر بمتعه فاخرج وامر بجحر النمل فأحرق بالنار قال الله له انقرصتك نملة واحدة اهلكت امة من الامم تسبح الله دا دين تيجي تقول له يا اخي ومن متحدة ويوئن وغيرهم تيجي تفخر ليه بشغل العلمانيين دا الدين لكن انت ما فهمه ولا دار تقراه ولا عندك زمن تقراه دا الدين الربنا بعزنا بيه وبرزقنا بيه والدين ما ما بعارض التطور افهموا الحتة دي رغم ثلاثة ما بعارض التطور اتعلم ما شئت من علم الدنيا المباحة واخترع ما شئت واصنع ما شئت وده كله بيخدم الدين لكن انت براك الكسلان انت براك الكسلان دا تركب الحفلة بالله يشغل لنا الحود عليك الله نزلت من الحفلة ومشهد محل العصير بتسمع البنسلين يا تمرجي طلعت وين عندك شنو ما عارف ما عندك زمن تتعلم وتقرأ تقول والله الدين هو اخرنا والدين هو المتخلف انت المتخلف انت المادر تتعلم الخواجات ديال بيركبوا البصات بتاعتهم والمواصلات والقطارات الواحد اول ما يركب بيفتح طوالي كتاب بيقرأ لحد ما يصل انت بتركب وتاخد سفة رأسك زاته يلف وجاء الليلة تقول لي الخمرة وما في قال جزء من الخمرة في الحبوب قال في الحبوب وها ما اسكر كثيره فقليله حرام اي لو سبت انه في خمرة قليلة في اي دوة الدوة ذاته حرام ما الرسول قال كده وانت ذكرت الحديث قلت ليه صحيح قلت ليه صحيح يبقى اذا فيه خمرة حرام في شنو يعني ما في اي حاجة اذا سبت انه اي حاجة لا اذا سبت اذا سبت انه في اي حاجة فيه جزء بتاع خمرة 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 دي خدتي حتا خط خمرة عديل قليل كتير يبقى الشيدة حرام وما فيه دوة لأجزاته لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام لكن بيفارق بين الخمرة وبيفارق بين بعض الاجزاء او المواد او المحاليل البيركبوا بقى بعض الناس الخمرة يعني لو دخلت مع اجزاء تانية ومع مواد تانية بيصير شنو خمرة ولو بيقت براها ما بتكون شنو خمرة اهدي اذا منا جزء يسير وهي ما خمرة دي ما حرام هفهم الحتة دي وفرق بين دي وفرق بين دي ده موضوع عندك ان شاء الله نختم يا جماعة ان شاء الله الاربع القادم بإذن الله تعالى